تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب تطرح العديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية بولاية تلمسان عائق التسويق والأمر الذي يجعل من منتجاتهم حبيسة المستودعات وهم اليوم ينتظرون المزيد من الدعم لترقية المنتوج المحلية فاطمة زهراء جوال وحميد عودي أعضى التقرير التالي هي منتوجات وأخرى للعديد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة بولاية تلمسان وخارجها منتوجات محلية مئة بالمئة متنوعة من مواد غذائية ألبسة أفريشة وأغطية وغيرها معروضة على هامش معرض منتوج بلادي هذه المبادلة كنا نسنع في هذه المدة كبيرة نسنع في هذه المبادلة كل شيء هنا منتوج وطني مئة في المئة وطني كل شيء مخدوم لدينا الشركات فيها 82 أمولوية وننبوش طولة سانزاغي نخدمه ونشوف المارشي الألجيريان ما يحتاج هذا باش يجيبوه بالخارج مؤسسات يديرها شباب طامح لدعم الاقتصاد الوطني لتقليل من فاتورة الاسترادة إلا أن هذه المؤسسات تصددم بعيق التسويق كون الزبون أو المواطن الجزائري يقدم على كل ما هو مستورد نوعي المواطن بش يحمي الإنتاج الوطني أكله المواطن الوطني هذي اللي غادي يستهلك إنتاج وطني غادي يحمي إنتاج وطني ونننسوش باللي الجزائر بلاد راه يعتمد كثيرا على المحروقات بهذا الإنتاج الوطني إن شاء الله يا ربي يكون عندنا منتجين محليين راكم لاحظتوا عندنا مشاركين شباب اللي داروا مؤسسات جديدة دعم المنتوج المحلي وترقيته سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسهلاك واشتراء كل ما هو جزائري صنع هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم